هنبدأ المحاضرة التانية الخاصة بكورس الكمبيوتر اركتكتشور المحاضرة التي تتكلم عن بيزي كونسبت في كمبيوتر شوية مفاهيم أساسية خاصة بالتعامل مع الكمبيوتر عشان بس لما نجي نتكلم مع كيف أي طوبك تاني لبقى احنا عارفين الحاجات دي مبدئيا الكمبيوتر فيه منه أنواع كتيرة مش هو الكمبيوتر بس اللي احنا نستخدمه العادي سواء كان المكتبي أو اللي هو الليبتوب فإيه الأنواع الأساسية ليه الكمبيوتر أول حاجة الديسكتوب ده اللي هو فيه واحد بس بيستعمله سواء كان الجهاز اللي هو المكتبي أو الليبتوب طيب النوع الثاني اللي هو السيرفر الجهاز اللي انت قاعد عليه بيكون هو بيمانج مجموعة من اليوزرز أو مجموعة من الأجهزة التانية طيب بعد كده فيه حاجة اسمها سوبركمبيوتر الكمبيوتر ده بيكون ممكن يكون جهاز شخص عادي ولكن الكيبابيوتر بتاعته بتكون عالية بحيث أنه هو يقدر يبروسس تاسك معينة في وقت أقل من الكمبيوتر الزلعبي ممكن مثلا تدي له كود يرن في ثلاث دقايق في حين الديسكتوب الكيبابيوتر بيرن مثلا في ساعة فهي دي الفكرة أنه هو الكيبابيوتر بتاعته بتكون عالية سواء كان من ناحية البروسسنج أو من ناحية الستورج اللي هو الميموري النوع الرابع في النوع الكمبيوترات هو الديتا سنترز الديتا سنترز دي بتكون عبارة عن مجموعة من السيرفرز الكتيرة متوصلة ببعض بمعنى أن أنت لو مثلا شغال في شركة كبيرة زي شركة يوتيوب أو شركة جوجل أو واحدة من الشركات الكبيرة هتلاقي أن الديتا بتاعت الأشخاص موجودة على سيرفرز وبالتالي في سيرفرز كتيرة بتكون متوصلة ببعض لأن اليوزرز بيكون كتيرة قاود وطبعا مثلا لو في جوجل بيكون المعلومات عن العالم كتيرة معلومات في السياسة معلومات في الاقتصاد معلومات عن الفن وفهم الأخبار فبتلاقي أن أنت محتاج إبقى معاك سيرفرز كتيرة والسيرفرزز بيتوصل ببعض بحيس أنت ممكن تاخد المعلومة الواحدة من أكتر من سيرفر يعني أنت ممكن بتعمل سيرش على الحاجة فبتلاقي أن الحاجة دي على السيرفر ده بيكون توصل ببعض فانجانور يعني داتا سنترز دي نوع من أنواع الكمبيوترات ولكن هي بتكون في الشركات الكبيرة زي اي باي وكوكا بعكال الامبيوتر ده بيكون كمبيوتر صغير بيكون موجود جوه كمبيوتر تاني أو جوه ديفايس تاني من ناحية الصائز بتاعه بيكون صغير ولكن والباور برضو يعني كل الكبابات اللي ستحته بيكون صغيرة ولكن هو بيقدر يعمل حاجة يعني يقدر يقدر يرياكت بعد اكشة معين يقدر مثلا لمبة تنور تطفي يقدر يعمل كل كل ولكن بيكون الكونسومشن الليها بتكون قليل يعني المنبر بتكون صغيرة البروزيسر بيكون صغير الباور اللي بياخده وبيستهلكه بيكون قليل واكس ولكن دي فكرة الامبيوتر ان هو بيكون كمبيوتر صغير طيب خليني مثلا عملت كود او عملت اعملت اعمر ايه اللي بيحصل بعد كده يعني انا مثلا ده وقت فتحت ملف وعايزة اقفله فلما انا اتكيت ايه اللي حصل اولا كني ان انا اقفل ملف ده اسمه instruction اللي بيحصل بعد instruction ان انت ال action اللي انت عملته ده بيتحول ولنفرض ان ده اعتبر كود بيتحول انتو instructions assembly بيتحول انتو instructions assembly وبعدين ال instructions دي بتحول ل machine code فكل حاجة انت بتعملها على الجهاز بتعملها بمنطلق ال high level يعني مستوى عالي بحيث ان انت تبقى فاهم x معناها انه نقفل او ان كذا يعني كذا فانت بتقى بيبقى فيه انترفيس ليك خاص بالانسان يكون الانترفيس ده high level كل حاجة انت بتعملها بتتحول بعد كده لستمبل language وبعدين بتحول ل machine language هي دي الفكرة يعني طيب ايه هي ال high level language ال high level language طبعا اللي هي زي lc والjava والbison ودي بتكون عبارة عن شوية notations او يعني شوية languages لها notations معينة ولها syntax معين بتكون قادرة انها في الاخر تحول ل assembly و in general اللي هي ما بيتعلمه ال high level language او معظم الناس بتعلم ال high level language ومتطرقش هنا تتعامل مع ال low level languages او ال languages اللي بعد كده تيجي طبعا ان هي اقرب للفهم وبعدين برضو عشان الانسان يبقى فيه نوع من ال abstraction بان الشخص انا بعمل حاجة وحد تاني يعمل حاجة تانية دي ما ينفعش ان انا عشان نحل مشكلة مسلا اقول له الروبوت ان هو يتحرك من مكانه فقول له zero 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 one مش عارف ايه فهيبقى الموضوع مرهج شوية فانا بتعامل ب high level language في الكود بتاعي وبعد كده بشكل ما الحاجات دي بتحول لمشيل language اللي هي حاجة اللغة اللي الكوموتر بفهمه مهما ان عملت اي حاجة الكوموتر مش فهم اي حاجة غير ان هو في الاخر تحوله لحاجة دي فطبعا لازم نحول من high level language لأي language تاني فانواع اللانجوجز اللي عندي فيه high level وفيه assembly language وفيه machine language الhigh level هي اللانجوج اللي احنا عارفينها اللي هي البيسون والسي والجابا والار مثلا والأسمبي language دي language برضو هننخش فيها في التفصيل شوية بس هي بتكون language intermediate ما بين الhigh level والlow level والlow level دي بتكون عبارة عن zero's ones بس بنسمى اللو level machine language احيانا ولكن هي عبارة عن zero's ones يعني جدول كده محطوط ان انت لو جالك zero معناها تعمل اكشن كذا one معناها تعمل اكشن كذا فيه circuits متوصلة بحيث ان هي لو لما معنا نورت كذا هيحصل فهيكون لها zero's ones فبما ان انا high level وبعد كده فيه low level فهيبقى صعبة اول ان انا احاول من الhigh level للlow level على طول اللي انا يبقى في الhigh level دي بيكون فيها instructions كتيرا في سطر واحد فمش هينفع ان انا حاول كل الcomplex instruction دي لzero's ones لازم احاول الاول لأسمبي language فالأسمبي language دي طبعا symbolic representation of the instructions بنحاول نقسم اللي موجودة في الhigh level into smaller instructions بفرمات معين وبعدين بعد كده بقى ابدأ حول الحاجة اللي بتحول من high level اللي اسمبي language بنسميها compiler والحاجة اللي بتحول من اسمبي language اللي ماشيلي language بنسميه assembler بقى من المنظر ده فعندك كود high level الcompiler بيروح محاولها الاسمبيلي بالمنظر ده وبعدين الاسمبلر بروح محاولها المشيلي language اللي هي zero's one زي ما احنا شايفين تماما هي دي برضو حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها ان احنا عندنا ثلاث لغات وحاول ما بين كل لغة والتانية فيه translator وكلهم compiler عمتا بس لل differentiation بس ان انا بيين اوضح ان في حاجة كل واحدين بيعمل هي فبدأت مسميات مختلفة ده compiler وده استمبلر تماما طيب ايه الانستركشن الانستركشن دي عبارة عن امر حاجة انا بديها لكموتر عشان يبدأ ينفذها وبعدين يبدأ يعمل حاجة بناءنا عليها يعني زي ما اتكيت على اكس فهو بيبدأ دي كي ينحضها يليفت بتحول لأسيمبلي وبعد الأسيمبلي بيحولها المشين فكلمة اسيمبلي ان انا حولت الحاجة دي لانستركشن حولتها الامر مكتوب بفرمات معين او بكماند معين طيب اه يعني يبقى قريب من الهدف اللي هو عايزه هو انا عايزة اعمل اردر معين فبعمله بطريقة هاي ليفل مابطرش ان انا اكتب زيرو زوانز وبالتالي طبعا ده بيساعد اللي ما اتعامل بهاي ليفل لانجوتش ده بيساعد على الابداع ان انا يعني كاني فاضي وما فيش حاجة بقى معطلاني ان انا حول بقى زيرو زوانز والحاجات دي فانا بقى ايه هعرف حل المشكلة فيفضل دايما استعمال الهاي ليفل لانجوتش في التعامل مع الكمبيوتر وبعدين نشوف بقى لو حد يعني الحاجات الجهزة اللي بتحول لمشيل لانجوتش نبدأ لسابله طيب حاجات تانية من الحاجات الاساسية اللي هي ايه هي الفانكشنز خاصة بكمبيوتر اصلا مفروض ايه الحاجاتها بتحصل فيه يما تبقى بتإمبوت داتا او بتاعمل بروسيسنج يعني يما بروح كاتبع على الكيبورد وبالتالي انا بدخل داتا يما بيجي فمرة المرات يعني باخد اوتبوت انه هو مثلا بسمع بيطلع لي حاجة على الشاشة او حاجة بتجيلي من السماعات فدي بيبقى اوتبوت او ان انا بكتب يعني دوينة انا كتبت حاجة فاكيد بكتب عشان او مثلا بكتب امر على الدس عشان مسلا حاجة هتنفذ او بكتب حاجة بكتب خود بعدين هتنفذ فا انا بكتب بدخل الامبوت يعني الحاجة دي لازم احصلها بروسيسنج لازم تترجم عشان افهم انت عايز تقول ايه لانتبع انت ده كمبيوتر فبيحصل بروسيسنج اللي حاجة انت عاملها انت دخلتها واسنان ما تشغال احيانا بتحتاج تعمل ستورنج لاو الانستركشن طويلة فبالطبع انت تعمل ستور حاجة بعدين تاخد اللي كان قابلي كده تحطه في اللي بعد كده فدي فور بيزيك فونكشنز الكمبيوتر اللي هي الامبوت او بروسيسنج طيب ده بس جراف بيوضح الدنيا طبعا انا بيكون عندي الامبوت دخل على الكمبيوتر وفي مرة مرات الامبوت بيدخل الامبوت لما بيدخل بيدخل على البروسيسور البروسيسور بيعمل حاجات كتيرة وممكن مرة مرات بيحطر يتصيف الحاجة في الميموري الحاجات الكتيرة اللي ممكن نعملها انه ممكن نعمل حاجتين اساسيتين يعني ان جنرال تلات حاجات بس ان مش مشكلة انه هو ممكن يعمل processing على المتدخلته انه مثلا بيعمل operation عليه بيقاد بيسبتراكت بيعمل arithmetic operation يعني او حتى logic operation او يعمل حاجة تانية وهي control ان انا ادخل كذا instruction وعايز اشوف اني instruction هتنفذ قبل التانية فدي بعمل control ده البروزيسور during the process دي ممكن يضطر ان هو يحتاج للميموري ويقول ان انا سيف فيك شوية حاجات عبل ما ايه عشان اعرف اتحامل فدي cycle في وقت من الاوقات بطر ان انا اعمل evaluating performance ان انا تمام عندي input output memory processor الشغل ده كويس الشغل ده تمام اتعمل في وقت مناسب ولا محتاج ان انا ادور على طريقة او استراتشية تانية ان انا ننفس بيها بطرنا نعمل evaluating performance وفي النص كده برضو الانستراتشية لو جايلي الانبود جايلي على حاجة حاجة high level بطر ال compare ان هو يعمل ايه يحول الحاجة الفورمات تاني يعني الانبود جايلي بالمنظر ده بيضطر ان هو يدخلو بس بايه بالشكل تاني طيب الانبود ديفايسز الحاجات الحاجات يبتدخل الكمبيوتر سواء كان من خلال الكيبورد او الماوس او حتى المايكروفون حاجة انت بتدخلها دي حاجة بتاخد الريزلت بتاعتك بتاخدها على هيئة شاشة بتاخدها على هيئة سماعات ممكن تخطيها على هيئة حاجة مطبوعة yani ده او بو ديفايس موجود فيها يكون فيه انترفيز كده خاصة بيه الـ USB والفلاشة والحاجات دي. ولو فيه حاجة خاصة بالـ Graphics Card. لو انا عايزة اتعامل مع الـ Games او اتعامل مع يعني كود يعني بيرن مثلا بشكل اكبر فمحتاج اتعامل مع GPU او كده. فدي شكل الماثر بورد دي الـ Main Component فيها الـ Processor, الـ Memory, الـ USB و الـ Disk Interface والـ Input Output Devices او الـ Graphics Card. انجدرال يعني الـ Input Output Devices دي بتكون متوصلة بيوصلة ما بعد بخلال بس يعني وير يعني وير رايح جاي مش سلك بس لا يعني مجموعة من الاسلاك. تمام? دي برضو شكل تاني يعني الماثر برضو بشكل تاني او بصورة تانية. طيب. هو انا بس بيقول يعني 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 عبارة عن مجموعة من المجموعة من الليترز محصولة جنب بعض بفورمات معين بحيث ان انا دي recognizable by the CPU. يعني كأن فيه table كده بين ماب كل اللي انا بكتبه بيبقى موجود في الـ CPU. فلو انا كتبت instruction بشكل معين دي recognizable by the CPU. يعني بيفهمها بحيث ان هو عنده حاجة بتقول ان لو جالي كلمة او لو جالي مثلا ادي عبارة عن او بيتس او ستة بيتس او كميوتهم من او تلاتين. لو جالي او تلاتين يبقى انا دلوقتي بعمل ايد. فهو ايه او او دي الـ instruction. لما اجا اول instruction 6 دي عبارة عن مجموعة من الـ instructions او مجموعة الـ instructions اللي انا بتعامل معاه. طيب. دي برضو اللي هو دي الميموري وده الـ CPU وده الباص. اااا في بعض الـ interfaces او في بعض الـ architecture بيضطر ان انا حط جوه الـ CPU registers يعني بحط small memory جوه الـ processor. اااا فـ register دي عبارة عن ميموري. بس كل register عبارة عن 1 bit. فـ 1 bit. اااا مثلا دول اااا تلاتة بت فانا عندي دلوقتي تلاتة register. خلاص? فـ register دي عبارة عن small memory جوه الـ processor. اااا محصوطة بهدف ان هي تسرع الـ operation بحيس ان انا لما يكون عندي الميموري جنبي بقى بوفر الوقت ان انا اروح للميموري وارجح. فبحط عندي جيل الميموري صغير. واحدة برضو من الـ concepts اللي هي ااااا معروفة اااا في التعامل مع instructions او الـ assembly language. اااا في حاجة اسمها risk وحاجة اسمها cisc. ايه risk و ايه الـ cisc. وندوقتي هتكتب instructions هتكتبها بفرماية simple ولا هتعملها بفرماية complex. يعني انت هتبقى هتعمل instructions هتقلاو عدد معايا من instructions ولا هتيب الدنيا وopen وتسمح لنفسك نتعمل complex instructions او complex number instructions. فدي اسمها machine language philosophies يعني وجهات نظر ااا ان انت هتعمل instruction بشكل صعب او او بشكل سهل. طبعا لان احنا لازم نعمل في اخر فرماية معين. فااااا فالـ risk هي الـ reduced او السمبل. السيسك اللي هي complex. فreduced اختصار reduced instruction set computing. reduced instruction set computing. اااا ودي بيكون فيها عدد instructions وليلين. ااااااااااا اااااا الـ format بتاعها بسيط. وبتكون efficient وفست. يعني بتبقى بتلاقي انت الـ task تنفيزت ااااااااااااااااا او الانسترgeneration نفيزت ايه وليل جدا. لان انا اعرف مح�ولة في format اعرفه اقراب سويه. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال عندك عدد كبير من الانستركشنز آآ فاريا والفورمات آآ بتكون الانستركشنز دي باورفول ولكن آآ ناخد في الاعتبار ان الكمبيليكس دي مش يعني آآ مش كومان ليوز يعني دايما في العادي ان احنا عندنا بسيطة وواضحة ولكن في بعض الاحيان من اضطر ان احنا نستخدم كومبيليكس فانجنرال هتلاقي كل الناس بيستخدم ريسك آآ ريسك فورمات ايه الانستركشنز اللي احنا ممكن آآ ايه الانستركشنز من الاخر انا ايه هي انواع الانستركشنز اللي انا ممكن استخدم آآ ممكن اعمل ثلاث انواع من الانستركشنز اما على داتا ترانسفير او الاسماتيكولوجيك انستركشنز او كونترول داتا ترانسفير هو ان انا بقى عايزة مثلا اكوبي الداتا من مكان لمكان او حتى اشيل الداتا خالص من مكان لمكان يعشيلها من مكان فان انا ال data اشيلها او ان انا اعمل نسخة منها دي اسمها data transfer ففيه instructions مشهورة خاصة بالتعامل مع transfer ولنفرض مثلا instructions اسمها move MOV دي لو انت كنابت بس move وبعدين حاجة او حاجة يعني معنا ان انت هتنالحاجة دي من المكان ده للمكان ده تمام? اه لرسماتك ان انت عندك بت او عندك value او variable عايز تغير كم بتاعته بعد ما بناء على operation انت هتعملها ارسماتك اوبراشن. ها use existing bit button to compute a new bit button ان انت عندك حاجة عندك بت لها value عايز تغير كم بتاعتها بناء على operation انت عملتها. ال control يعني انا عندي instructions كتيرة مين فيهم هيتنفس امتا ومين فيهم هيتنفس امتا بناء على ايه? فالif conditions والfor loop والcondition بتاع الfor loop هو ده control. من من الinstructions المشهورة في الcontrol هي jump jump instruction. الريسماتك برضو اللي هي الاد والsubstraction والmove والسوري والmultiplication والdivision. طيب الinstructions بقى بتتكون من ايه? عايزة ابدأ اعمل instruction. الinstructions لازم يكون فيها جزء اين اساسيين? جزء خاص بالوب كود وجزء خاص بالاوب كود. الوب كود هو ايه هي الاوب كود انت عايز تعملها? specify which operation to execute. عايزة اعمل الاد. يبقى لها كود اسمه اد. فبالاوبرانت هتاد مين مع مين وتحطه فين? فهي البرامترز بتاع الفنكشن او البرامترز بتاع الابريشن. فهجي في مورة تلك information about the operation. انت عايزة تعمل اا اد. هتعمل هتاد مين مع مين وتحطه فين? عايزة تعمل اي حاجة. فالاوبريشنز. عايز تشفت كزا? تشفت كزا? وتشفت امونت بكام? فدي الابرانتز او البرامترز بتاع الفنكشن او البرامترز بتاع الابريشن. فدي المين كومبوننت اوب كود واوبرانت. طيب. طبعا يعني اه ده ده شكل بس مبسط كده ان ماذا لو ان انا كان عندي اه الفرمات بتاعي بيكون من ستة اشار بيت. انا عندي ستة اشار بيت. فهقسم الدنيا بتاعتي الجزء الاولين ده خاصة بالاوب كود. والجزء التاني خاصة بالاوبرانت وانا معايا تلاتة اوبرانت يعني. مرشيه? انا افرد اد اا 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 الرقم ده مع الرقم ده وحط الناتج هنا. مسلا. فهيبقى اللازم يبقى عندي اا بينار المنبر بيريبريزنت اسم الابريشن. ماسلا تلاتة دي ماعناها اد. فلو انا حطيت تلاتة يبقى انا معناها ان انا عايز اد تلاتة ايه برامترز دول او اللي جايين بعد كده ده عبارة عن ثلاث حاجات عايزة هجموحهم على بعض وحط واحد فيهم في النتج. فلو انا جبت لك مثلا اه الاوب كود بزيرو او الاوب كود بوان. تبقى انت عارف مثلا ان انت تعمل سبتراكشن. فسبتراكت ده وده وحطه في ده. كده. فا الاوب كود هو بيقول انهي عندي بس بيقولها بشهاية زيرو زونز. وكذلك الاوبراند هي البرامتر بتاع الاوبريشن بس كل واحد فيهم برضو ليها كود خاصة بالزيرو والون. دايب. هو اللي واضح من اللي احنا عملنا الغد دلوقتي او اللي احنا حاسينه ان احنا اعملنا حاجة سبقى. يعني عايزة اه عايزة انزل من انا 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 دنيا. يعني من کالانسان يكون بكل التفاصيل في حد بيكون institute في حد بيكون مهتم بحاجة او في حد بيكون مهتم بحاجة تانية. وبالتالي كده بانا عملت. يعني مش حارفه بالعربي يعني ايه? بس آآ ان انا بخلي حد مهتم بحاجة وحد مهتم بحاجة تانية بقسم يعني. ما ببقاش الواحد عليه كل التاسكس. آآ فانا مسلا كبروجرامر بعرف الحاجة المشكلة بتاعتي وبنفزها وبنفزها بعدين الكمبيلر بيبدأ ياخد الحاجة ده واحد تاني خالص مش انا بياخد ده الكمبيلر بياخد الحاجة وروح بنفزها بيطبقها الاسملي او بترانسليت اتنتو اسملي كود وبعدين الاسملي بيحولها لآآ الاسملي لانجوش بتحول لآآ مشيل لانجوش. ففي ايه اللي بيحصل فيه ابستراكشن فيه? اني ان انا مش مخليه لود على شخص واحد بس. مخليه الحاجة متقسم على اكتر من حد. آآ فالابستراكشن اميتس انديد ديتيل يعني بيخليني ان انا لو انا عندي مشكلة كبيرة يبقى انا مش محتاج اعرف برضو كل التفاصيل انا محتاج اعرف حاجة وحد تاني بيعمل حاجة اللي بعدي وحد بيعمل حاجة اللي بعدي فهتلاقي مسلا ونفرض يعني هو 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 افضل كده مش لازم نجيب مسلا على مسال آآ حيوي في ارض الوقع يعني طيب آآ ده بيعمل ايه ده بيخلي طبعا الهاردوير بيعمل اكيد مش يعني انت مهما ان قدتنا ايه انستركشن الهاردوير مش هتحركوا مكانه لازم تبدأ الحاجات دي تتحول ليه اللي ايه طيب وطبعا الترتيب ده يعني فيه حاجات مترتبها بشكل معين بحيس ان كل حاجة بتحصل بعد تاني ما مفعش حول ليه اللي ماشي اللي ايه لازم حول للاسيمبل الاول فاللاير زقار الجرنائز دهرار كده هتلاقي ان انت مسلا في العادي آآ في حاجة كتير بتدرس ايه هو الاتومز والالكترونز والكونتومت ديناميكس وبعدين بنبدأ ندرس وان هي بتصدم في بناء الترانزيستور آآ هتلاقي مسلا ان انت ترانزيستور بيصدم في بناء اللوجيك جيتز بعد كده اللوجيك جيتز بيصدم عشان استخدم البوليان آآ آآ الجيبرا وبعدين بيبدأ ابني الارثماتيك سيركيتز وبعد كده ببدأ اشوف ارتب الميمور بتاعت ازاي وعمل بايبلاننج ازاي نتكلام بعدك على البايبلاننج آآ يعني بتلاقي ان آآ يعني كل حد في الدايرة بتاعت الكمبيوتر مهتم بحاجة والحاجة دي بتسمع لللي بعدها فهتلاقي ان فيه وفيه هنا التعامل مع الاترونز فمش هتلاقي واحد مسيك الدينة دي كلها من الاول الاخر هتلاقي واحد عايش حياته كلها بتعامل مع الاترونز وبعدين لما يوصل لحاجة بيروح ايه مسماع عنده في الانفيرومنت بتاعته وبعدين اللي فوق بيبدأ ايه يستخدمه وكذا فهتلاقي ان فيه ابستركشن فاللي بنام الابستركشن عشان آآ نوفر الوقت نقلل المجهود آآ 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 نوصل لحاجة مور اكوريت آآ نساعد برضا على الابداع ونساعد ان كل حاجة هتبقى كل واحد يعمل حاجة معاينة وبالتالي هيبقى فاضي ان هو يبدع فيها يعني تمام آآ دي كانت المحاضرة التانية في كورس الكمبيوتر الكيتشن اشتركوا في القناة